هل أعرف المحاضرين من دافع عنهم في مجال النواب هم كلهم شعبنا إن كانوا عسكر إن كانوا محاضرين يعني نسحنا دولة اللي قاعدين المهندسين ما لهم حق ما يدافع عنه أخيرا دلنا مراجعة كاملة للدولة العراقية وموازناتها ويجب أن يكون تخطيط كامل لكل وزارة فعل القطاع الخاص هو ترى كل سببها لو أكي قطاع خاص ما يدوره ضيفه وتفاوت بالرواتب هاي هم مشكلة مشكلة الجندي يأخذ مليان ونوص حقا قاتل بدمه ما عندي مشكلة أكو تفاوت الراد إنها عادت بقانون الرواتب العامة بالعراق هل كل يحجي هذا الكلام على مدة ممكن صار 18 سنة نحصل الكلام نحتاج مراجعة ويحتاج تخطيط ما هو هو شو وقت شو وقت شو وقت يعني أنا شوف الكل متمسك والتصويت جاري وهذه الأخطاقات تصير البعض منها وليس الجميع شو وقت شو وقت كل يحملها الحكومات السابقة تجي الحكومة اللي بعدها تحملها إلى سابقتها ما من المفترض بأن نخطط من البداية حاليا يعني ما كو خلنا نقول قرارات آنية حس هذا قرار آني أوكي صار خطأ ما مشكلة ما نقدر نصلح هذا الخطأ سيادة النار يصلح أبسط مننا ماكو بس لازم سؤال خطاء مالي يعني احنا خصصنا 900 مليار للإخوان المحاضرين لازم إذا جلسنا سواءنا جلسة طارية لازم نخاطب الحكومة نقول لهم وفرولهم أموال وما ننطيهم 100 ألف دينار هو صار لست سنين يحاضر بلعشة تنطي 100 ألف دينار شي سوبيه المفروض يكون على سلم الرواتيب ما لا يقل عن 500 ألف دينار قلع على المشهر أقل شي فهاي هم مشكلة الغطاء المالي مشكلة جدا بس يعني إحنا ليش ما نشوف لهم يعني يعني ما احترامي إلى عقود الكهرباء لكن هم ما يفرقون عنهم أبدا هم يفرق عن أبو الكهرباء ولا يفرق عن أي وظيفة أخرى ولا يفرق عن أي عراقي كلهم اللي حق في هذا البلد يعني أنا يعلمني قراءة ويعلمني كتابة ويوصلني إلى الشهادة العليا نعم كلما إلى اختصاصة واجبة ما تقدر تتخلى عن كل شي بس هم الأفضل قلت لك الجانب التدريسي يعني ليش ما نصفهم مثل الكهرباء حقيقة سيأتنا أحسر أعتك هواي اليوم وياي والله يعني 300 كده عدد بسيط ومع العلم ويا شريحة وصالهم سنين يعني قراءة 300 و15 يعني هذا هذا العدد الكبير ومثل ما تحدث دكتورنا حر وبرد ورايح وجاي ومن جيبه يخسر وتلقى عنده بيت وعنده مصرف ولبسه وتفاصيله وبالأخير لا أقول هم زين كارونا هم زين كارونا وتعطلت المدارس يعني ما شوي يتأذر والله ما وقفتهم لا كارونا وقفتهم ولا برد وقفهم لا صحيح معهم لا هاي هاي للمسحة أكيد والله حقهم وإن شاء الله خلال الجلسة الطارئ إن شاء الله ننصفهم وعلى الحكومة أنصافهم وعلى مجلس النهو باني صوت وضيفهم وقلت لك مو قضية تنطيهم مئة ألف ومئة ألف دولة وراهم عوائل وراهم يعني هم أساس المجتمع طيب نحن خلن نشوف فد نموذج من المحاضر